ترجمة نانسي قنقر يقولون الحاجة أم الاختراع وطنها برغم المآسي ظل يعلمنا أشياء إن كلوا عايشين خارج البد ما تتعلمناها والاختراع ليس معناتها أنه نعيد ابتكار العجلة من جدا وجديد لا نقدر نأخذها ونطور عليها حتى نطلع بنتيجة حتى تفيدنا بحياتنا اليومية واحدة من هذه الاختراعات اللي صارت باليابان اللي هي ملابس التبريد اللي صممتها شركة يابانية بعد ما توقفت محطة الطاقة الكهربائية هيروشيما مثلنا رجاء أشوفهم بالصورة هذه البدلة التبريد تحتوي على مروحتهم الدخل الهواء وتبرد الجسم بس هس رح ننتقل من اليابان إلى أخواننا بدولة الإمارات العربية المتحدة اللي استثمروا هذه البدلة وطهوها العمالهم حتى تزيد كفاءة شغالهم بالصيف بس أكو مشكلة درجة حرارة باليابان ليس نفسها بدولة الإمارات العربية المتحدة بصورة أوضح إذا كان درجة حرارة 50 فمعناتها المراوح ستشتغل والدبع عليك 50 درجة مئوية يعني ما سيكون أكو أي تبريد لهذا وصلنا لهذا الابتكار العراقي أصغر جهاز تبريد يشتغل على بطارية 12 فولت أو أول ما يشتغل الجهاز رح ينزل درجة حرارة من 60 درجة إلى 15 درجة مئوية أو أقل هذا الجهاز مميزاته كلفتة رخيصة جداً وزنة خفيفة وكفاءتة عالية الجهاز يتكون من قرصة الألمنيوم لزيادة التبادل الحراري قطعة الفرمو الألكتريك هذه القطعة هي التي تبرد البدلة وتسحب الحرارة من الجسم وتطلحها خارج الجسم وحتى نبرد ثرمو الألكتريك نحتاج القطعة الأخيرة اللي هي الفان هذا الجهاز ركبناه على بدلة هذه البدلة تقيس لك درجة حرارة خارج وداخل الجسم بها مقياس الرطوبة وبها ساعة إلكترونية أهم أن إضافة لكل هذا البدلة بها مستشعر إذا صعت الدرجة حرارة فوق المستوى الطبيعي وقالت لك أن وكفاءتك رح تقل فلازم الشغلة تبرد حتى تحاضل على صحتك أو تقدر تخليها على الوضع الآلي هذا الوضع الآلي تقدر من خلال تطبيق موبايلك تتحكم بالدرجة الحرارة اللي إنت تريدها وخلي الباقي على البدلة هي رح تثبت لك درجة الحرارة مهما تعلى أو تنصى بالجو المحيط ينمك هذا الجهاز حبينا الركبة على بدلة الجندي مثل ما ترون درجة حرارة 28 درجة ميوية وستبدأ يشتغل الجهاز خلال 30 ثانية ينزل أدنى نقطة لها حاليا 28 28 درجة 29 درجة 16 درجة الجهاز رح يبدين ينقف الدرجة حارة إلا ينتصل إلى صفر المئوي هذا الجهاز ما يقتصر فقط على بدلات الجنود نقدر هميا نضيفه لبدلات العمال النفط اللي هما يعتبر المورد الرئيسي لدخل هذه الدولة اللي ما يعرف إنه الدرجة حرارة بالمصافي عالية كلش توصل إلى أكثر من 59 درجة مئوية بعض الأحيان توصل إلى 66 درجة مئوية وهذا الجهاز لو استثمر رح يقدر أي شخص يحصل عليه إن شاء الله وشكرا ترجمة نانسي قنقر